مشاهدين ننتقل وإياكم إلى مؤتمر عمليات بغداد حول استمرار عمليات التصويت الخاص لهذه الساعة فإلى هناك قوات الشرطة الانتحادية للمشاركة في هذا العرص الانتخابي يوم 10-10 كانت عملية الانتخابات وكانت إقبال شديد جدا أيضا عملية نقل المنتسبين من الواجبات المكلفين بها إلى مراكز الاختراع كانت عملية سلسلة وفق الخطط المرسومة لها هناك تنسيق عالي حقيقة بين قيارة قوات الشرطة الانتحادية وباقي الإجهزة الأمنية والإجهزة الاستخبارية لم تتبدأ لدينا أي حالة خرق أو حالة طارئة لحد الآن العملية تسري بشكل جيد وبإشرافه متابعة من طبل السيد قوات الشرطة الانتحادية ومعالي السيد والداخلية والدولة الرئيس والدراغ محترمون إن شاء الله سوف تنتهي العملية الانتخابية لهذا اليوم بدون أي حادث ووضع إن شاء الله مقامل للجميع وأدعو أيضا كافة المواطنين للمشاركة في الانتخابات أو الأرسل الانتخابي الذي ستصالف يوم الحرقات إن شاء الله شكراً تكيراً بسم الله الرحمن الرحيم حقيقةً ضمن الخطة المرسومة من قبل قيالة العمليات المشتركة واللجنة الأولية المشرفة على الانتخابات ما زالت قطعات القوات الأمنية ضمن مسؤولية قيالة العمليات البغداد تتوافد وبشكل مكثف على مراكز الاختراع للمشاركة الفعالة في يوم التصويت الخاص المصادف هذا اليوم 28 أول ومع ذا في نفس الوقت تقوم بتأمين كافة الإجراءات الأمنية لتأمين الحماية اللازمة لكل مراكز الاختراع وبإشراف وتواجد السادة القادة والآمريين على رأس قطعاتهم وهناك إنسابية وتنسيق مثل ما أشار إليه الأخوة بين كافة الأجهزة الأمنية شكراً لكم حقيقةً نحن سيد المدير مرور العام بتواجد أيضاً الأخل وأنور من الشرطة الاتحادية مثل ما أشاروا أولاً سيابية بحركة المرور لا توجد قطوعات كل القطعات الآن تتوافد على شكل وجبات أشرت قبل القديم أن هناك توافد كبير من قبل منتسبي القوات المسلحة العراقية أيضاً هناك غرف عمليات في قيادة العمليات المشتركة وكذلك في قيادة عمليات وقدار وفي قيادة قوات الشرطة الاتحادية تواجد القادة والآمريين على رأس القطعات وبإشرافهم تجري عملية التصويت الخاص لهذا نحن حقيقةً نتقدم بالشكر لقواتنا المسلحة البطلة ولكل منتسبينا ضباطاً ومراتب ومنتسبينا على هذا العرس الانتخابي في التصويت الخاص أفواً وأيضاً نبعو أبناء شعبنا إن شاء الله يوم عشر عشر الخروج بكثافة والذهاب إلى صناديق الابتراء أبناءكم في القوات المسلحة بكل صنوفة وتشكيلاتها متواجدين لغرض تأمين حركة الناخب وحماية العملية الانتخابية مثل ما أشرت السيد القادة العام القوات المسلحة يطلع بشكل مباشر وبأدق التفاصيل عن ما يجري في التصويت الخاص وكذلك هناك متابعة ودقيقة مقبل كل القيادات العسكرية العراقية في كل الصنوف والتشكيلات لهذا إن شاء الله سيكون يوم الثماني عشر يوم مميز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالتصويت والإدلاء بصوتهم وسيكون هناك عرص انتخابي يوم عشر عشر للشعب العراقي كل موفقية وأحنا سنستمر بإعطاء كل تفاصيل خلال ساعات النهار إلى أن ينتهي التصويت الخاص بإذن الله سبحانه وتعالى شكرا جزيلا اشتركوا في القناة